اشتركوا في القناة عايز كذا وكذا وكذا قال لي بص يا ابني شايف المكتب اللي جانبي دي روح اشتري منها قلت له ليه بس يا حاج ما انت لسه مقفلتش وبعدين ما الحاجة موجودة قدامها قال لي يا ابني اسمع الكلام بس فواحنا واقفين دخل زبون تاني المكتبة وبرضو الحاج عمل نفسي الكلام قال له اشتري من المكتب اللي جانبي فانا بصراحة صممت ان اعرف هو مش عايز يبيع ليه فقلت له يا حاج في حد يقول لي رزق ربنا لأ قال لي بص يا ابني انا الحمد لله ربنا رزقني من واسعة والمكتبة شغالة كويس وروضة والنهاردة الشغل كان عندي حلو جدا ووط صوته قال لي بس المكتبة اللي جانبي دي حلا واقف بقاله فترة وصحبتها ستة كبيرة وطيبة ما خليفها تلت بنابك جاهزهم وانا ربنا كريم للنهاردة فليه ما ينبهاش من الحب جانب يعني وطالما مربوحة ومرضية ما المليان يقب على الفادي يكون عندنا شوية نظر ودم ما تعملاش الفلوس ولا المكسب عن الناس وطالما طلعنا كلنا كسبانين فايه المانع بصراحة انا اتصمرت في مكاني معقول في ناس لسه بالشهامة دي سألته قلتله بتقسمها في رزقك حاج مش خايف ان الناس تروح عندها وتنساك رد علي كده بدحكة جميلة وقال لي فقسمها في رزق ايه يا ابني هو الرزق ده بأيدينا علشان نقسمه ده ربك هو مقسم الأرزاق شوف كم مكتبة في نفس المكان وجنب بعض وكلنا بنكسب وكلنا بنطرادة وديك شايف الباب جنب الباب تفتكر حد يقدر يحوز زبون من عند حد ربنا كتبهوله وتبطب على كدفي كده وقال لي روح يا ابني هاد حاجتك من هناك ودعي لها دعوة حلوة في سرك واعرف دايما ان مساعدتك لغيرك هي طريق ساعدتك ووعى في يوم ووعى تبقى عايز تكوش على كل حاجة طالما ربنا كرمك وبإيدك تسيب لغيرك سيب بنفس راضية هتتجازة والله هتتجازة بأضعاف مضعفة بصراحة جماعة أنا مشيت اليوم ده وأنا مزهول لكن اتعلمت حتى الدرس ما اتعلمتوش في المدارس اتعلمت ان الشطرة في الدنيا مش ان ناخد من ايده غير الحاجة اتعلمت ان زودهالو لو انا اكتفيت واننا كلنا موجودين في الدنيا دي اللي نجدت بعض وان التجارة ليها قلب وليها دين وليها انسانية وليها انتجارة ما لهاش قلب غلطانين ما فهموش الدنيا ولا فهمه معنى ان الانسان في خدمة تخوى الانسان وطالما ربنا موسح علينا لاني بس اندايق على غيرنا استنونا بعد الفصل في مسأل شعبي قديم بيقول ما عدوك الا ابن كارك مسأل شعبي خلق ضغينة وغل ما بين الناس ليه عدوي يبقى ابن كاري ده حتى النبي يوصع على سبع جاري تعالوا نشوف رأي الناس في الشارع عامل ازاي يلا بينا شغال ايه دكتور اسشال امراض جودة وتجميل طيب حلو الكلام ده في مسأل شعبي بيقول جنبك ناس دكاترة زيك في نفس المهنة اكيد طبام طب في مسأل شعبي بيقول معدوك الا ابن كارك اه عارف المسأل ده طبعا اه طبعا عارفه انا تعالي نتنقش فيه يعني انا وجهة نظر ان المسأل ده خلق كده ضغينة وكرهمة بين الناس وبعضها اللي شغالين في نفس المجال وتخيلوا ان الرجل اللي جنبي ده اللي فتح نفسي شغلانتي هياخد رزقين اه طبعا هو يعني هي الفكرة ان دي تبعى يعني نفسيات وثقافة شوية وتربية وسلوك لان كل واحد معتقد ان حد اه انا يعني الارزاق متقسمة بالضبط كل واحد واخد حقه بياه في المياه فما يشعر عشن حدي يعني يعني انا ممكن الدكتور فتح الجنبي بس هو ليه عيام وانا ليه عياني ممكن يكون سابني انا وراح لهو عشان ده رزقه هو او العاتس صحيح الفكرة فكرة قناعة بالرضا وان كل واحد واخد رزقه 100% بس فده مهمة اوي يعني الناس تقتنع بيها الناس مش مقتنع بكده اوي يعني حضرتك مش مؤمنة بالمثل ده اه لا المثل ده موجود فعليا بس مش بنقارك بس هو اه هو جز لان زي بقول حضرتك كده هي تشابه المجالات يعني مثلا انا كمجالي انا ناس كتير جدا زي فكل واحد بقع عايز يحصل على اعلى قيمة واعلى واحسن واكتر ناس واكتر عيانين وكلام من جاد اصلا انا لما عادت فصصت المثل ده لقيت كلمة عدو دي كلمة ضخمة اوي للاسف الموضوع مش بي يعني هو ممكن يوصل ان هو ممكن يؤذيك عشان خاطر يستحوز على الشئ ده فعشان كده هو مين اللي بيؤذي غير العدوة من سمود خيال حضرتك فتح عيادة وجالك اخبار ان الرجل اللي في شاء اللي قدامك هيفتح عيادة نفس تخصصك فما عدوك اللي ابنكارك فانا بقى هاعد بقى ايه تفهم انتي لا انا مع عمري انا بالنسبالي انا ممكن بس يعني هؤلو حضرتك هي ممكن الواحد يقلق مثلا انه يبقى فيه حد جامه هيفتح بنفس مجال بس ما يبقاش فيها اي نوع من انواع الازى او ان مثلا اروح مثلا اقذي بالعكس انا ابركله واتمنال الخير وكل حاجة بس انا ممكن انا احب اشتغل على نفسي اكتر عشان كده يبقى فيه منافسة شريفة زي ما بيقوله شايف ان فيها عدم ثقة ثقة بالله يعني لا خالص ثقة بالله او اللي فكر بالشكل ده هو ربنا لما خلقنا عارف نفسنا فهو ادينا حاجات دايما تصدرنا او تقولنا انك انت لازم تتعامل مع المواقف التي تحصل في الحياة وهتأذيك نفسين ازاي انت دايما لازم تستغل ابوال بساعة الرزق هي ايه يعني هو ربنا قال لك استغفر صر رحمك ام التزم بصلاتك اعمل حاجات دي كلها الحاجات دي كلها بتهدي البن قدم نفسيا من جوه فيه مثل شعب يقول مع دوك الا ابن كارك بسمع انه وتسعين في المية صح تاني واحد يقولي تسعين في المية صح بس هوا المسأل في حد زيت وحلو او الوحش انا عارف ان المسأل جاء نتيجة خبرات كتير هو وحش عدوك يعني مفيش عدو بني وبينك ولا بني وبين دا النبي وصع على سبع جار دا اللي اتعلمنا وطربنا عليه ان النبي وصع على سبع جار والراجل اللي فتح جنبك دا جارك وارزق وارزق بتاعت ربنا بس ببقى يعني يعني انا داخل اللي دا اشتريت منه وطالع بلفة تانية ما عنده زبوط فبيحط في نفسه فليه دا بيعمل ايه عشان يرخش عنده يجي زبون تاني يخش عنده التاني فبتبقى المشكلة بينه وبين بعض النفسيات بعض الناس ما بقتش سوية بص احنا الحمد لله اللي احنا فيه عصد محمد نقول الحمد لله بس احنا نفسنا يبقى مفيش المثل دا دا زي دا زي دا وزي دا وربنا هو يعني صاحب الارزاق انا ساعات باجي اخش اسأل على حاجة في محالك قال لي مش عندي قبل ايه فين قال لي يشوف المحلين اللي بعد منه تالت محل والناس كثير بتضلل والناس كثير بتقول لك سكة الغلط دا هنا مفيش خالص ويبقى في اللي جنبه المحل اللي جنبه اخش اسأل بالصوت هو يقول لي موجود الحاجة اللي انا عايزها طب انا سائل اللي جنبك قال لي مش موجود في اللي انا خالص في المربعة دا يعني انا عايز يعني اعرف الناس تبقى دوبة بيضة كده زي حضرتك كده والخجل بتعمله مع الناس والله يا كرمك علشان كده بنقول ربنا يهدي الجميع وينظف قلوب العباد ويقربني من ربنا يا رب يا رب في مثل الشعبي بيقول معدوك الا ابنكارك دا يعني في نسبة تسعين في المية صحيح عارف انت الموضوع دا صحيح يعني انت لو فتح مكان او محل او جالك زميلك في الشغل بيشتغل نفس وظيفتك الراجل دا او اللي جاي لك دا تحاول لعدوه؟ مش يتحول لعدوه بس هو يعني يعني من النادران ما تلاقي حد بيحب النجاح للزميل وفي نفس المجال بتاعه ايه الفكرة؟ ايه؟ انا عم تجربة شخصية انا دلوقتي بعمل ورق اللي شركة خاصة بي كنت شغال في شركة لما جيت امشي الصحيب هم منتظر ان انا لا مشتغلش ازاي شغاله ازاي مش عايت في البيت يعني مش من عندي لقاء شغل رغم ان انا دي الحمدلله خبرتي في المجال اللي انا بداتي في شغل مضارتوش مني يعني شايف ان المثل الشعبي دا صحيح دا صحيح دا صحيح يعني من لو اقول حضرتك بنسبة تسعين في المجال بس انا شايف وجهة نظري يعني هل بنتناقش انه خلق ضغينة ومشاكل ما بين الناس وبعدين كلمة عدو دي كلمة ضخمة وكبيرة ومفزعة ان انا فتح محل وواحد فتح نفس المجال جنبي فيتحول عدو واتمناله الشر والأذى احنا بنتمنى لأعداءنا كده بنتمنى لأعداءنا بس يعني الأعداءنا اللي احنا نتمنى لهم كده المغروض يكون مثلا في غير الدين في حاجة مماثلة لكن طول ما احنا المغروض في وطن واحد كلنا نيبغر فيه الحب متبادل بين الناس ودي في الأول وفي الأخر بتبقى أرزال هتتعدل وأحوالك هتتبدل بإسم الله في مثل شهير بيقول مع عدوك اللي ابن كارك أنا نفس أعرف مين اللي اخترع الجملة دي جملة خلقت مشحنات وقطعت أرزاء وزرعت فنفوس البشر أساليب كتير ملتوية علشان يحربوا بها غيرهم هو اللي قال الجملة دي فهم معنى العدو من البداية اللي بينفسك مش عدوه واللي فتح محل جنبك مش عدوه واللي بيبيع نفس حاجتك مش عدوه وزميلك في الشغل مش عدوه واللي عايز يتعلم منك مش عدوه واللي بيسترزق معاك مش عدوه مفهوم العدوه احنا فاهمينه غلط العدوه ده هو اللي عايز يأذيك هو اللي عايز يخطف منك حاجتك ملكك رزقك مالك تفكيرك اي حد عايز يخليك محلك سر وكل ما تزود شبر يبقى عايز ينقص منك فدان احنا كبشر في الدنيا متخلقناش أعداء احنا أسباب في حياة بعض والله العظيم احنا ما نملك في نفسنا شيء احنا البعض مجرد أسباب الجنهين اللي دخلوا جيبك ربنا رزقك بيهم علشان غيرك يسترزق الراجل الغلبان الفكهان اللي تحت بيتك الكشك اللي اللازق في العمارة الست بتاعت الخضار وغيرهم وغيرهم المشروع اللي انت فتحته وربنا كنمك فيه رزقك علشان رزق الموظفين اللي شغلين عندك العربية اللي عاقت بيك رزق المكانيكي موبايلك اللي باز وجبت غيره رزق البيع الحاجة اللي اشترتها رزق اللي اشترتها منه وهكذا في دورة رزق ربانية ما تخرش المياه يبقى فين العداء وفين العداء انت لو حسبتها هتلاقيه بتكمل غيرك حتى بتكمل ابنكارك اللي جنبك اللي انت فكرت انه بيشاركك في الرزق ده يمكن ربنا رزقك علشانه علشان اتمنيت له الخير اللي بينافسك مش عدوي ليك ولا بيخب من رزقك انتو بتنفسه على منتج دنياوي لكن منحة ربنا اللي جاية من السماء بتتقسم عليكم على حسب اجتهادك وعلى حسب شطرتك وإيمانك ويقينك على حسب سعيك وعلى حسب نيتك وقلبك الصافي فاتطمن يساعد غيرك وما تزعلش على الجنين اللي راح لحد تاني لانه لو رزقك كان جالك لو انت في قلب الصحرة اللي بيرزق النملة في حضن الجبل واتطير في السماء والسمك في البحر مش هيرزقك انت شكرا ليكم وإلى اللقاء